السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم رح نشرح كيفية حل هذه المشكلة اللي تم إيقاف الحساب لأنك سجلت كلمة المرور خاطئة ثلاث مرات فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة إذا حصلت معكم هذه المشكلة كل عليكم تسوونها تبتحون الراجحي وبعدين تروحون على خيار نسيذ كلمة المرور وهنا تسجلون الرقم الهوية أو لقامة وبعدين من هذه الواجهة تضغطون التالي رح يوصلكم رمز سري على الجوال تسجلونه هنا تضغطون السماح فلو تلاحظون بشكل مباشر رح يطلع لكم البطاقة الخاصة فيكم البطاقة البنكية تضغطون عليها رح يطلع منكم تسجلون رمز السري الخاص ببطاقة الصراف ولكن يا شباب إذا سجلتوا الرقم السري بشكل خاطئ خمس مرات رح يتم تجميد الحساب فاتأكدوا أنكم تسجلون رمز صحيح بعدين هنا رح يظهر عندكم خيارين تختاروا الخيار الأول وهو خدمة المباشر للأفراد بشكل مباشر بيقول لكم سجلوا هنا الرمز الجديد وهنا تسجلون الرمز الجديد مرة ثانية طبعا الرمز يا شباب لازم يكون عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وحروف صغيرة بعد كذا يا شباب بعدما تخلصون تضغطون تأكيد رح يوصلكم رمز سري مرة ثانية على جوالكم بعدما أكدتوا طلب تغيير رمز السري تضغطون الذهاب إلى الصفحة الرئيسية والآن تضغطون على خيار الدخول وتسجلون هنا الهوية والرمز الجديد وكذا يا شباب بكل سهولة نحلت معنا المشكلة وفتح معنا الاحساب الخاص فينا فهذه كانت طريقة بكل اختصال لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة